كان عنده بساتين تحوي أجود الأشجار وبأقل السعي والعمل ربنا يدي له أجود السمار وأكثر السمار فكان يعمل إيه؟ ياخد اللي على قده هو وعياله يعيشهم والباقي كله بتاع ربنا الكلام ده ما كانش عاجب الشباب صاروا عليه وقالوله اللي بتعمله ده يا ابوه اسمه سفه واسمه قلة خبرة واسمه ما يتماشاش مع الإدارة الحديثة والاقتصاد الحديث وتشغيل المخ والمدنية والمصطلحات الحلوة دي الأب حاب يعلمهم إن إحنا ملناش حاجة وإن المال كله ملك ربنا سبحانه وتعالى وإحنا مجرد أمناء عليه وكان عنده تلات ولاد الحقيقة الولد الأوسط ربنا هداه واقتنع باللي بيقوله أبوه الولدين فضلوا معاكسين أبوه ويقولوله طم فلان بيعمل وكل الناس وانت حسن من الناس دي كله منهم ما ليش دعوا بالناس كل واحد يعمل اللي يحاسب عليه وفضل الكلام كده رايح جاي بينهم والصورة قائمة تهدأ وتصوروا مرة أخرى لما يلاقوا الأب مش مكتفي بالزكة بس إنما كمان بيطبع الصدقات على فكرة الحاجات دي موجودة أنا أعلم عن أحد الناس أو أعرف أحد الناس كان ابنه وسبحان الله العظيم الإبن كان يقوله أنت هتسيب لنا إيه يا بابا أنت عملت طعم طعام كل اتنين وخميس ومش كفاية أن أنت بتصرف زكاة وزيادة لأ دا أنت كمان بتطلع عشرة في المية من أي ربح داخلنا وكنت أعود بينهم كتير قوي وكنت أقوله يا ابني هل شعرت مرة أن أنت بالإدارة الحديثة كان الولد خليك إدارة أعمال بالإدارة الحديثة بتاعتك وبالكلام الحديث بتاعك من أسكى أنت ولا بوك فكان بينه وبينه يقوله والله عم الشيخ أنا معرفش ربنا بيرزقنا إزاي وربنا بيكرمنا إزاي دا أنا بخش الصفقة وأنا عارف إن إحنا عنخسر فيها ويتقز مصطنى ألاقي ربنا حول الخسارة المكسى بقوله يا ابني ما هو دا اللي بيعمله أبوك يا ابني البركة في رضى الرحيم وفي دعوة الفقير يا ابني إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار الولد ما كانش يسمع وكان دايما مشكلته مع أبوه هتسيب لنا إيه فكان أبوه دايما يقول له يا ابني أنا مليش يسيب لك إيه أنا بسيب لك ربنا وربنا يتولاك ويا ابني أنا ناشئ على حديث أبوه كان يحفظونه وكان الراجل يقول له كده إن مفيش مسلم يفرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا إلا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يا ابني ما كانش بيأمر في القرآن خلي بالك إيه اتعلم الراجل يقول له كده والله يقول لي ابنه وأقول لك على مفاجأ عكيبة أوه والله العظيم كان يقول له يا ابني انت عارف في القرآن ربنا ما أمرش حد يصلي على حد إلا على النبي وبعدين على مين أيوه أيوه جدع على مخرج الصدقة فربنا يقول لنا في القرآن إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمرنا كلنا نصل على النبي أمر النبي صل على مين اسمع خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله أكبر ده أمر النبي إنه هو يصلي على إنه بيخرج الصدقة العجيب والله دارة الأيام في نوبة لقيت الراجل بيتصل بي حوالي الساعة سبعة صبح فطبعاً كانت مفاجأة لي أيوه سلام عليكم زكاً من الحاجة قال لي وعليكم السلام زكشف محمد أستأذنك ابني في ذمة الله تعالى غسله وكان هو الوحيد تخيلوا سبحان الله العظيم أرجع للراجل عشان ما ضيعش الحلقة بتاعتك أرجع للراجل وبقول له كل واحد بخلان بالدنيا ما نقص ماله من صدقة احتدم الخلاف بين الأب وبين أبناءه اللي بقوا اتنين والابن الأوسط ما اللي أبوه وانتهى الأمر إنه لما يبقى الفلوس معاكم اعملوا اللي أنتوا عايزينه ولكن الأب حضرته الوفاة وهو على فراش الموت كان آخر كلماته بأن المال مال الله فإياكم أن تبخلوا على عيال الله وعيال الله هم الفقراء والمساكين الولاد دفنوا أبوهم وخلاصوا رجعوا للبيت وكان اقترب موسم الحصاد وبدأوا يفكروا يعملوا إيه في الثمر ويعملوا إيه في الحاجة اللي هتيجي ويبيعوها إزاي الابن الأوسط قال لهم خلي بالكم أنا مش هغير حاجة من اللي أبونا كان بيعملها والأبوية وصاني بيقلوا له اسمع أصلاً محدش ولا فقير ولا مسكينة يخش علينا احنا هنحصد ونبيع وخلصنا اللي عمل وبوك ده الدفن معاه ولازم تقسم هنا بأغلظ المواسيق إن انت ما تقولش الحد على موعد الحصاد علشان المساكين ما يجيش ما يجناش والشاعتين دول يقرفونا آموا إحنا مش هنكتقد ونتعفوا في الآخر ندهم فلوسنا أبوك ده كان راجل متخلف عشان كده مات بدري وما سبلناش عاجة مع إنه سبلوهم سبحان الله العظيم أموال كثيرة طائلة انتهى الأمر إلى ما أراد وأقسم الولد مقرهاً بأغلظ الأيمان على أن لا يخبر أحداً بموسم الحصاد أو بموعد الحصاد وهم تقاسموا فيما بينهم لا يدخل الجنة أو لا يدخل الحديقة عليهم مسكين وذهبوا ويا ليتهم ما ذهبوا اسمع إلى حديث القرآن وهو يتحدث في صورة القلم عن تلك الحصرة والندامة حينما ذهب الإخوة إلى البستان وقد عقدوا على حرمان الفقراء والمساكين لكنهم ما وجدوا فيها شيئاً اسمع بل نحن محرومون إحنا اللي كنا عايزين نحرمهم ربنا حرمنا اسمع قال أوصتهم ألم أكل لكم لو لا تسبحون الأوسط قال لهم مش دا اللي كنت بحذركم منه مش قولت لكم نفزوا وصية أبونا انتوا اللي ما سمعتوش الكلام قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وبدأوا يرموا اللوم على بعضهم بدأ يقولوا انت كبير انت المفروغ كنت تقول لي عيب وبدأ دا يقول له اسمع زي ما القرآن قال فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا وَالِمِينَ لكن حرموا ومنعوا سبحان الله العظيم ولما القرآن حكى عن حرمانهم ومنعهم حكى كمان عن رجاءهم في الله ورجعهم لربنا اسمع عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبِدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ لكن ربنا يقول كذلك العذاب وَلَا عَذَابُ الْآخَرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ